موسيقى ضد التوافق مع حركة النهضة يتسألوا أنصارك يتسألوا الناس اللي روجت لهم ولعطيتهم فكرة أنه أنا أحنا نريد أن نكون مشروع نقيض المشروع الإسلامي لحركة النهضة والمشروع المجتمعي لحركة النهضة ويقول هو أنه اليوم اتفقنا على أنه الصراع الإيديولوجي وأنتم حتى في بيانكم الصراعات الإيديولوجية المدمرة تقولوا عليها اليوم ما عادش الوقت متاحها إذا ندخل في نقاش مع حركة النهضة في إطار الدستور وتلتقي مارتين عبد الكريم الهاروني هو قال التقيت الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق مرتين الذي أعلن عن نهاية الصراع الإيديولوجي بين الحزبين هذا يسمى التوافق أو الاتفاق ما عارفش أنا إذا كنتمي التوافق إذا أريد كلمة التوافق هذه كلمة كنت تلصم معناها معناها موجودة في كل البلاسة بتشير أشياء مختلفة تمام سأخذ نوضح مجموعة من الأشياء أول حاجة لكلام هذي لكله عمرنا ما قلناه أمس ولامس أنا قضية نهاء الصراع الإيديولوجي هذي قلت في خطاب في فيفري 2017 سفقس وأنا أعتقد أنه اللي عملناه في 2014 و 2013 أدى إلى دستور يغطي كل نواحي ما يسمى بالخلاف الإيديولوجي هو الخلاف الإيديولوجي شنو كان مش معنا نقول أنت هارا مو ما تبدلوش وحن ما تبدلناش أما الدستور هو اللي يحكم في الموضوع هو الخلاف الإيديولوجي حاوله شنو كان ثم حول الخلاف إحنا نتميول وطن التونسي الدولة التونسية ولحنا جزء من شبكة دولية يرأسها إيمان في بلاس أمور البلايس 2013 حتى ثم جمعها عملوا علم كانت تذكروش يوم واش عامل التونسي فيه بونت خضرة من لوتا بونت خضرة من الفوق الدستور التونسي أجاب عليه قال بالفصل الأول متاع الدستور اللي هو استعاد نفس الكلم متاع نفس الفصل متاع الدستور ساعة وخمسة الموضوع الثاني كان فيه حول الخلاف تونس دولة مدنية ونمش مدنية الناس كل في الشارع ومناه والقوال المدنية وعصرية تقول دولة مدنية الفصل الثاني بالدستور قال راهي تونس دولة مدنية ويظهر الفصل هذه ما يتغيرش مكتوفي الموضوع الثاني كان حول الخلاف وقالية الحرية كان ثم خلاف حول الحرية الدستور جاء قال الحرية تكون مضمونة بما فيها حرية الضمير الموضوع الرابع قاية المرأة أقول المرأة هي مكملة للرجل ولا ثم مساواة تامة إذن أنا مصلحتي توا ومصلحة تونس أنه كل ما يجي خلاف بيننا وبين طرف نرجعه لأبوه حنيف أشقال ونرجعه للحان في أشقال في حين الدستور غطى كل شيء نمشيه للصراع الإديولوجي إلى الدستور غطى يعني الدستور هذي شنو دوره في الأرشيف محطوط كان وثيق قديمة واللي هو يستطيع أن يتحكم في الصراعات مش معناها الدستور راهو كل المبادئ متاعه متبقه يزي متبقه ويزي يقول لي هو ما عندهم قدرة قانونية عن النفاذ وهذا هو إذن المعركة الحقيقية توا كيفاش نردوا هالدستور متاعنا دستور موجود وهذاك عليش يجاد حكية الأرض كانت تذكروشي كنتكلموا الجماعة كان ثم وزم مقاربة ثم ومقاربة قالت إحنا الدستور هو اللي حكمنا والدستور يحكي عن المساواة وثم ندخلين قالوا لا نرجعوا إلى النص ونرجعوا إلى آخره وارجعنا إذن إلى مرحلة ما قبل دستورية رجعنا نفس الصراعات لذلك الحديث عن أنه دستور هو ليسير مش صراعات إيديولوجية هو انتصار للمبدأ الدول المدنية والدستور والقانون وهذا أساس الديمقراطية الحديثة واللي مختلف مع هذايا عنده حلين أما ينتمي إلى المتطرفين اللي يتصوروا أن الإيديولوجيا تتحكم في الحياة السياسية ولا اللي يحب يدزل البلادي إلى العنف والفوضى وأحنا ما بدنا حتى شيء من موقفنا نعتبروا أن حركة النعضة هي منافسنا السياسي ومختلفين عليه ونحب أن نتنفسوا معها في الدستور وإن شاء الله منافسكم السياسي على أساس إيديولوجي نعم منافسكم السياسي على أساس إيديولوجي على أساس مجتمعي هذا قصة الإيديولوجي هذه أنا نحب نفضل أن يانا الحالية الموقع ثم الناس ثم حركة دستورية تونسية أو لا يا سيدي أنا نحب نزيد فصل جيل ثاني من حركة دستورية أنا نحب نسمي فيه يجيني واحد يقول لي أنا إيديولوجي يقولوا أنا دستوري وفقا لدستور تونس هذي علميش خطر الدستور اللي وفقت عليه تونس لكلها الشعب التونسي واللي هو توه يؤثرنا حياتنا الدستور يغطي المواضيع عليها كل علميش كل مرة يجي منرجع عينا لصراعات معنا واحد أنا عندي دستور يجيني مثلا نعطيك مثلا نجيه مثلا نصلحو التعليم يجي واحد يقول يا إخويا اسمع على قرية نصف من نصوص التراث مثلا العبودية باهية نحب نحط العبودية مثلا في النص أنا ما نقولوشي بالله يتراه في التراث شقال فلان وفي التراث الاخر شقال فلتان والاخر الفقه الفلان شقال نجيي لحل الدستور فصل من الفصول اللي ما تماشي فيه عبودية ثم بطني شوف كيفية تسهل الحياة السياسية لذلك أنا أستغرب أستغرب من أي كان يكون ضد هالمقاربات محصر مرزوق تخلى عن عقدة حجرة ثقرات هي في عقدة حجرة ثقرات هذي مذكرة كانت حجرة ما في حتى عقد لا تصير فيها الخطابات لدولوجرية والمعارك شوف أول حاجة أنا راني معناها فرحان ياسم أنا فرحان انتمائي معناها لحركة اليسار ولكن نراه في وقت من الوقات لكن راني خرجت من اليسار التونسي أولا أكثر من مرة نعادة عودة يجي مئتي مرة أنا خرجت ميسار التونسي من عام 1992 حياتي كاملة ثم شباب توقع عدين اسمعوا فيها تولدوا بعد 1992 وبرسا منهم يمكن ثم حثا في الصالة هنا فاما 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 ونتي 27 أنا مش بعيد باش لا يعني معناها معناها تول حكيه هذه حكيه قديم ميسر أحنا توقع عدين عنا حلين أما مش نديروا خلافاتنا في تونس في طار الدستور وفي طار القانون وفي التنافس السلمي بين القوى السياسية ولا ماشيين كل واحد هي الظلات واللي هي السكين وهابط الشرع ولا كيما كالجماعة لي كل مرة يطلعونها في الراديويت أن نطالب البيان رقم واحد نحنا لا إحنا مجمعة البيان رقم واحد لإحنا مجمعة العون في الفوضى لذلك إذا كان خلال في تار ولك من جماعة حركة النهضة في السجون تعود إلى السجون السجون يعود لها كل من يظهر مخالف للقضاء والقانون ويتم تطبيق قانون علي هنا من المقاربة الدستورية إلى المقاربة القضائية تو مثلا نعطيك مثل ثم مجمعة قاعدين لمد هذه الكل يقولوا في نفس الكلام هدايا ما نعرفوش هناك كلام فوضى ويمكن تفهموش اللي هو في تارسيا رعب حركة النهضة باش ترجم في النهاية تقاه بيانه كله ناري ودموي وينتهي في الأخير وسنقدمه قضية حركة النهضة يعني شنوه؟ يعني الاستعمال الوسائل القانوني احنا جاءونا مثل هوا مشيبش معاك الموضوع اللي هو موضوع مناه حساس جدا جاءتنا للفريق اللي هو له بملف الفريق المحامين والقائمين بالحق الشخصي في ملف الشهدين شكري بالعيد ومحمد بران واعطاونا معطيات تعتقدس مع نهم تستحقن تحلى حول الحقيقة قضائي احنا الموضوع حدايا حولوا برشا كلم في النهاية كمش مش نحلوه؟ لايتوا نياب العومية تحلالي قضية تاخدوا بجدية تامة اذا كل ما ثم مشكلة تتعلق بالمسائل والقيم نرمشون ونرمشون الدستور كل ما ثم مشايل تتعلق بالقضاء نعم مشيون القضاء لكن قضاء عادل وحقيقي ونزيق وبذلك بالطريقة هذي نتجنبوا ان احنا مش نحلو مشاكلنا لا قدر الله كمحلتها دول اخرى بالحرب الاهلية وكذا وهذا الكلام متقدن وهذا الكلام هو المنطق والمعقول وما فهمش عليش تم فوضاء معناها كبيرة حوله طيب البارح في مجلس النوب الشعب مثلا كتلة المشروع انسحبت من الجلسة في علاقة بهيئة الحقيقة والكلامة وهذه المحاكمات في اطار العدالة الانتقالية والمحاكم المتخصصة انسحبتوا من مجلس النوب الشعب وهذا شي يحب يقول الناس اللي هما توا معناها سمحني يحب يقول انكم في احراج مع حركة لا مش حراج في خلاف وتنافس في خلاف حول هذا الموضوع وموضع اخرى دايور البيان هذا اللي كتبوا المكتب العلامي في في الاخر نقطين اشرنا لهم نقطين ذو مرة باش نؤكدوا ان احنا ووقفنا كما هي ما تبدلتش ولذلك الناس الكل توا جماعة اللي عاملوها الشوشرة الكبيرة في المدة هذه اول حاجة خرجوا جماعة اننا هذا قالوا احنا مش متفقين معناش توافق مهارك مشروطون ستوافق احكيوا عليهم انا التوافق كمتاع النيدان موقع والاخرية ثانيا نحنا نفس المواقف قاعدين ندفع عليها كما كنا انا استغرب كيفاش مست النواة بياخذ قرار بايقاف عمل الهيئة ومستثمون بحاكمين ماخداش قرار هذه المعركة سيموحس المزوق ماخداش قرار كيفاش صوت على شيء لا معنى له حتى رئيس الحكومة عندما راسل الهيئة الحق والكرامة لاعلامها بانه طبعا لمراسلة من رئيس مجلس نواة بالشعب بعد تصويت مجلس نواة بالشعب عدم التمديد لها الحق والكرامة لم يذكر كلمة قرار وهذا الاشكال اللي قاعد اليوم واللعب على التفاصيل رابون قضية شكلية وقع ليش جماعة امس في البرلمان في كتبتنا طالبوا البرلمان رئيس البرلمان وطالبوا الحكومة في رئيس الوقت لانه كل واحد قاعد يقول رئيس البرلمان المفروض انه هو كان المراسلة المتاع وتكون واضحة لكن المراسلة في العمق المتاعها واضحة تم طلب التمديد يحب يقول هي انتهاء عملها يلزم تطبيق ذلك في الاجراءات والاجراءات هي انه توا ياخي توا الموضوع اذا متى حكاية الحقيقة والعدالة فيه جانبي فيه جانب على المحاكمات وفيه جانب التعويض مواك اولا؟ زوج جوان المختلفين توا جانب التعويض هذي مكفول بالقانون الدول يلا ولكنه مكفول بشرط ان تكون الدولة في قادرة على الدفع شوفوا حالة جنوب افريقيا قاتل معناها زادة يزم تكون قادرة على الدفع يقول لكم احنا قادرين نجيبه شكون يعاوننا على الدفع هذا كموضوع اخر ثم موضوع المحاكمات انا ادعو الفصل بين الجانبين بين الموضوعين الموضوع متع الضرر وكذا والاخير تاخذوا هيئة الدولة وتبعوا الموضوع متع المحاكمات السياسية والقانونية اللي قادرة صايرة هذا يجب التوقف عليه فورا هذا بالقانون مثل ماشي في قانون هذي فيه خذ التمديد يستطيع النيابة العمومية ويستطيع الموضوع معناها النيابة العمومية ان تعتبر في كل المحاكمات انه هي ولت القضية غير ذا معناها ماشي مطروحة ومثم ماشي اختصاص في الموضوع هذي ومعش ثم المحاكم الخاصة هذي باعتبار وقفنا عملها ليه هذي معناها اذا كان نحبوا وقرأوا المسخة هذية زي ما يروا فيها ايرادة معناها واضحة من الجميع لانه قاعدين نعملوا تاوه كما تاوه قصة تاوه سفريعة ولا معناها احد النماذج الهذية معناها قاعدين نعاودوا نحاكموا في ناس تحاكموا وقاعدين نعمقوا في الجراح واذا كان احنا مش نتجاوزوا المشاكل الى جيولوجية مش نطيحوا في مشاكل اخرى اخطر منها اليه امتع انتقام الي هي مش تطبع مستقبل تونس معناها في المستقبل اسمح لي سمح لي هذه القضية قضية مفصلة خلتيني دقيقة بركو ونعود نرجع لك قضية مهمة قضية العدالة الانتقالية وهذه المحاكمات مجددا فم القانون والمحاكم اليوم المحاكم المختصة اليوم تصدر معناها تحجير سفر في عدة شخصيات اليوم تعديوهما تقريب 30 ملف تعديو للمحاكم المختصة من طرف الهيئة الحق والكلامة اذا القضاء حجر عليهم السفر اذا القضاء يقضى في القانون ما عما لك احنا النجد النواب اخذاء قرار وعدناه رسول التنفيذية القرار مش واضح ديو، مجرس النواب كان نطلبوا منه كان وزيدي واضحوا تعدى رسول التنفيذية معناها باعتبارها جزء من عملية القضاء تستطيع انها تدخل في الموضوع كان انسحاب نواب من د PA Teh blamed احتجاجا على عدم اتخاذ اي اجراء من رئيس رئيس المجلس بلا شعب بالاساس بمراسلة يعلم فيها بقرار الجلسة العامة بانهاء اعمال هياة الحكمة الكرامة في واحدة ثلاثة مية الفين واثمنتاشة. ثم تذبدو بزارة زلسار في اداء معناها على قل في مستوى وزارة العدل. لانه في وقت ملوقات المتفقد العامة ذلك انتهى القضاء قال المحاكمة اشتقبل القضايا هذه باعتبار قرار المجلس النواب بيقاف عمل الهيئة. وبعد ذلك يظل بعد جمعتين ولا ثلاثة جاء معناها قرار اخر من وزير العدل. اليوم مخالف لقرار المتفقد العامة القضاء. ذهب مشكلة. هاوش قال وزير العدل اليوم اه قال ارفضوا رفضا قاتعا عودة قضاء التعليمات. الموضوع اذي متعلقش بقضاء التعليمات انا حسب رأيي. لانه التعليمات المرة هذه هي من مجلس النواب اللي عنده سلطة تشريعية. مجلس النواب اجتمع قرر عمل غيره. قرر انهاء عمل الهيئة. لذلك المفروض انه اذا اذي مش تعليمات جاي من قصر فلان ولا جاي من مفيوزي فلان. هذه جاي من مجلس النواب الشعب اللي هو قرر انهاء عمل الهيئة. هاوش قال. قال دعاء الى ذي سي غازي جريبي وزير العدل الى عدم لوم القضاء على اعادة محاكمة فريعة. مثلا عندما تقوم عندما يقوم القضاء بتطبيق الدستور. هدايا هدايا اذا كان نحن اعتبرنا انه المجلس النواب لم ينهي عمل الهيئة. وقت الكلام هدايا سليم. صفكو ثم قرار متاع انهاء عمل الهيئة. اش معناها انهاء عمل الهيئة وتواصل الهيئة عملها. هدايا مشكلة كبيرة كانتوا في تونس تحصل هدايا. وهدايا هو الاخلاق معناها الاحساس هدايا بالظلم وبالضيم. وانا علش كي قلنا نحلو مشكلنا الكبار بيطار الدستور. معلش معناها القانون فوق الجميع. الدستور فوق الجميع. القضاء العادل فوق الجميع. قرار مسل النواب فوق الجميع. هذي زمنا نتعلموها. سينو مش نوليه كل مرة نعملوا حاجة حسب الاوضاع وحسب تغير الظروف. محمد الناصر لم ينشر القرار في المراسل المتاعه ولا تدل على انه قرار. هو كانتش المراسل هدى الحسنين ما تنشرتش في الرايد الرسمي. انو 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 ثم اشكاليات قانونية. ثم اشكاليات قانونية واذا كعلنش في or aux inroos اللي كانوا غضبين وعندهم لحق يكونوا غضبين. قالوا وشنو هدش معنا احنا عجتمعنا ونقشات طويل واختنا قرار. علش القرار ما خرجش فيه سيغ توليز اما تخرج. خرج وكانوا اعلام بعرض المصوتي. نعلمكم انه قرار التمديد يعني مراسل من كذا. نعلمكم بكذا وكذا ان وراه وقع تصويت وراه يوقع رفض التمديد للهيئة. ولطلب منكم اخذ الاجرات. هذي يبدو انه قانونيا ما هو ش هو الشكل المطلوب. رغم ذلك رئيس الحكومة مثلا رسل الهيئة هيئة الحقاء والكرامة. وقالها تبعا لي كذا. نعلمكم بهناء اشغالكم واتمد الارشيف الوطني بكل الارشيف. وصارت هذه المشكلة هذية متاع الخلل اللي حاصل ما بين من جهة شسمه يظهر للمتفقد والوزير. معناها زادة هذية جزء. يعني برشة مش تفاصيل. برشة شكليات تجمعت ومشاكل. خليت انه قرار مجلس النواب لا يقع وتفعيله. لذلك المطلوب. مجلس النواب ما نسلش ايضا مجلس على القضاء. اي اي. وهذا لا ازادة مشكلة كبيرة ما تروحها في مجلس النواب وما تروحها في رئاسة مجلس النواب. والنواب يتوجهوا بالاساس خطروا ما كان نواب يقولوا احنا راسة مجلسنا الساعة. ولكن زادة اعتقد انه يزم توضيح الامور هذية حتى من جانب الحكومة. في وقت من الوقات زي ما تقول هاي المشاكل اللي صارت من المجلس. معناها اختلفت شوية. ما يزم التوضيح باش يعرفوا الناس. المشكلة مين قاعدة جاي. التحوير الوزيري. مشروع تونس اعلن في بيان انه سيشارك في التحوير الوزيري الجديد. وطبعا لذلك خرج التصريحات. من عندكم مطالبة بتغيير على الاقل تلاثة وزارات. فمزوز ذكرتها منتي. واحد ضاف وحسون الناس في. لا خلينا انو اوضحوها بليها. اول حاجة احنا ما قلنا نتقهم امثلة هذو. امثلة. معناها احنا. وزير صحة مثال. لا وزارة الصحة مطلب وطني. مش مانا مطلب لانا تغريبا مانا تغييره. احنا ما قلناش يراحي وزارات معينة واعتقد انه التبثل تغيير وزارات وغيره. هي فيها جوجة حويش. فيها تقييم رئيس الحكومة. اعتقد هو هو الاساسي. يجب ان تقييم الحكومة. وفي زادة ملاحظات انت على الحزاب اليو قاعد احكي معاه. ما يش الحزاب يجي تفرض على رئيس الحكومة السلام عليكم ماذا كان نحيه ولا ما ندخلش. والمفروض رئيس الحكومة واعتقد انه معناها ما حتى واحد ما تكلموا بالطريقة هذي. اما رئيس الحكومة كي مش تخلوا حد يقوله هيك يقوله انا نتقابلوا صلى معنا بعد مدة منا في دمان. على خاطر الفريق الحكومي. يلزم ما يشدوا رئيس الحكومة. هم المشكلة اللي كانت قابل ما كانش ثم تنزق ما بيناتهم. اما تقييمات او الحاجة ثم في حكاية البرنامج. شنو مش نعمل وفاة تسعة شهور عشر شهور. هذا حاجة مهمة جدا. وهذه زادة يتطلب منها مبادرة على مستوى الحكومة. عن نعطيه افكار. لكن الافكار هذية يجمع من بعد لك في حاجة مكثفة تسعة شهور. ثانيا الفريق. الفريق زادة ما هو زادة مش يلزق باك البرنامج هذيك بيش يعبر عليه. ثم برج حوائي يجمسون وراء ومش بتغيير وزارة. ثم يمكن تغيير وزارة يمشون من وزارة لوزارة تو يكونوا فعالين اكثر. قطر زادة ما تصورش تحوير هذي مش يكون عشرين وزير تغيير فيه. خمسة ولا ستة ولا سبعة معناها قطر زادة ما نجموش زادة. معناها في فترة هذية كلهم مش تعديهم للموضوع هذي. المهم انه وانا حاس برأي اهم حاجة الاطلاق. خلق اليات وقدرة على تنفيذ المشاريع المعطلة. وقدرة على الصرف الاعتمادات الموجودة للجهات والمحليات. ايه. اللي مش تعمل تأثير مباشر حياة المواطنين. على خاطر التوازنات الاقتصادية الكبرى المالية وغيرها. رح يلزمها وقت. مش تركح. لكن ما فيها بس نعم وشوية اجراءات. سواء كان يتعلقوا باصلاح المؤسسات العمومية. سواء كان يتعلقوا بموضوع آآ آآ يعني القضية التوريد ومساة التجارة. واللي هي مسائل يمكن تعاوننا على الاقلاع وعلى تأكيد بعض المؤسسات الايجابية. سيد محطم مرجوق الامير العام لحركة مشروع تونس. هل صحيح ان حركة الناهضة اعترضت على مقترح لكم آآ فاضل محفوظ نكون بوضوح لوزارة العدل. لا. لم نقترح سيد فاضل محفوظ دي وزارة العدل. وما سمعتش انه معناها نعرف ان حكيت الوزارات هذية متتلاثة على اقل دي ما ياخذوها شخصيات آآ مستقلة. لحد الان معناها دي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع. هذا من العرف الجاري من الفين وخمستاش. واحنا ما اقترحنا الى حد الان اي شخص الى منصب محدد. لانه هدايا لنقاس مزيل زياري. وفي نفس الوقت هذية طلب زادة ان احنا نسمعه من رئيس الحكومة هو تقييمه الموضوع وكيف يشوف المسائل هذية قضية. دخلتوا في النقاش ولا في التفاوض حول الحكومة ولا النقاش حول الحكومة. لا ما دخل ماذا موضوع هذا حط اسم هذا في البلاسة هذه واذا حط اسم هذا كذا. قاعدين نتحذف الساعة على المبدأ وعلى التأطير العملية لكلها. واحنا انه مكتب سياسي انشاء الله نهار لحد. انشاء الله بداية من نهار اثنين. انه بداية معنا نحكيه. هل تحوير وزاري قريب? تقد انه اذا كان نشوف نحس به وشوف فيه بالاشياء حاليا انه هو يكون معنا في الوسبوع المقبل ولا بعد عشرة ايام. ما نتصورش انه منزال البعيد ياسر لانه البلاد ما تتحملش. ثم قضايا وهذه يراي قضايا اهم بياسر بلان قابلت الناس الهاروني ولا قابلت غير ولا قابلت كذا. للقضايا الى التعلق بحياة الناس لانه البلاد ستة ولا سبعة شهور توهية في ازمة سياسية كبيرة وازمة اقتصادية كبيرة واذا كان هذا ما تلهوش به راهو من بعد ديك هناك ريح صرصر يمكن تهزد الناس الكل لانه معاها تفقدوا في التحكم في امور بلادنا واذاك عليش مطلوب توه مسئولية ومطلوب شوية رزانة ومطلوب معناها منو خيان كل الساعة يثبتوا وما يبدوش يزربوا في اخذ القرارات. ظلونتها معناها ومع اخوه يحزبوا في حكم مع الناس وكل واحد عامل حظبة في فيسبوك طو فيسبوك كده ولي خوف كل بلاسة فيها حظبة فهمتني معناها ويبدو بشوية بشوية المهم اللي عنده فكرة ومخالف الفكرة واحد اخر يعطي حل نيدا تونس ما دعو المشاركة في الحكومة؟ ما عرفش هذا قضية لا لا انت كترف في الناس اتقدم ويزن فتح حوار مع الجميع طبعا ويزن فتح حوار مع كيفة القوات سياسية وكلهم بجابة الشعبية بلكذا وغيرهم ويقول لهم اذا يا اخويا هذي مفتوح لكم جميعا وشوفوا شو رد الفعل رد الفعل متاح لانو حاليا توا كل واحد معناها بلاي نعطيك مثلا بسيط كل واحد عام روح وتواك يا شمبيون نعطيك مثلا بسيط غضوة يسيدي افتراضا سيدي رئيس الحكومة يوسف الشهاد ماش متقدم رئيس الحكومة هكي ولا؟ هم والناس اللي هما قاعدين توا معاه بطلوا معاش داخلين في الموضوع هذي ولا حركة مشروع تونس افتراضا رجعت الامور وماش ينعملوا رئيس حكومة جديد ونداء تونس طبعا مش ياخذ معناها فيها الدول مش عاملوا واحد ونتا تونس بالخمسين نيب متاعه ونتا هو شو مش يعملوا بحركة النهضة بمشروع تونس واذا نفس العملية مش تصير لكن من نموشة نظر اخرى لذلك توا كل واحد يقول في شي ومن بعدك يجي ينفذ يقى روح وقعد ينفذ فيه بنفس الوزاع لذلك لا نزيد على اساليب العمل الديموقراطي يلزم فتح الحوار مع الجميع ويلزم يكون ثم انفتاح والباقي كل واحد يقرر قراره يدخل ولم يدخلش يشارك مشاركش هذا كموضوع هو انا ارجو انه حتى واحد ما يقعد فوقه الربوة هذه المرة انه الامور وسط الى الحدود لا يمكن السكوت عليها يلزم بارك الواحد يشوف يحكي مع رجال العمال ويحكي مع الفقراء ويحكي مع الطبقات الوسطى اللي صارت فقيرة ويحكي مع الجيات يشوف الوضع في تونس صار لا يحتمل يلزم الآن يسير تركيز على العمل الحكومي باش الناس تتابر انتخاباته شكرا جزيلا محسنا شكرا